اكد سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن ما تحقق للقطاع التعليمي من إنجازات جاء بفضل الرعاية الملكية السامية من لدني جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والدعم المستمر من قبل سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف الرابع والعشرين من شهر يناير أشار وزير التربية والتعليم إلى نجاح الوزارة في ضمان استدامة التعلم عن بعد على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا تقدير رفيع المستوى من والد الجميع والأب المحب لأبنائه وبناته ورعاية ملكية سامية للدور الكبير الذي تطلع به المسيرة التعليمية المباركة في تنمية الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والانتماء تواصلت على إثرها الإنجازات والنجاحات المتوالية لقطاع التعليم في مملكة البحرين ما عزز من موقعها الريادي في هذا القطاع الحيوي كما كان للدعم المستمر لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لسير العملية التعليمية بالغ الأثر في نجاح هذا القطاع نظير جهود فريق البحرين بقيادة سموه إلى جانب المتابعة الدؤوبة من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ولأن الظروف الاستثنائية تتطلب جهدا استثنائيا جراء ما يواجهه العالم من تحدي لجائحة كورونا فقد حولت وزارة التربية والتعليم التحديات إلى فرص لضمان استدامة التعلم وديمومة العملية التعليمية حيث تمكنت بفضل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي من توفير المحتوى الرقمي الدراسي والأنشطة والتطبيقات والإثراءات عبر البوابة التعليمية وتوفير الدروس المتلفزة كما قامت الوزارة بعدد من الخطوات التي أمنت استدامة التعليم والتعلم والتقويم المستمر لعمل الطلبة والرقابة على أعمال المدارس خلال هذه الفترة الاستثنائية ومن بينها إصدار الأدلة المنهجية المرجعية التي تغطي كفة الجوانب المرتبطة بالتعلم عن بعد والتعلم المدمج وتوفير الدروس الرقمية المركزية ناهيك عن الاهتمام الحثيث بثئة ذوي العزيمة من الطلبة جهود وزارة التربية والتعليم المتوالية أثمرت كذلك عن تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 2.4% بحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة اليونسكو تحت عنوان التعليم للجميع لتتجه البحرين إلى تجاوز موضوع القضاء على الأمية الأبجدية إلى العمل من أجل محو الأمية الرقمية والتي أصبحت هدفاً أساسياً من أهداف التنمية المستدامة وشرطاً من شروط امتلاك مهارات القرن الحادي والعشرين ترجمة نانسي قنقر